خلونا نبدأ مع حضراتكم باستعراض أهم الأخبار الموجودة معنا النهاردة تصريحات للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن تذاكر المباراة والحضور الجماهيري في المباراة المقبلة مباراة الأهلي وبيرامدز بالفعل القرار هو حضور 5000 متفرج و5000 مشجع لهذه المباراة ده القرار الصادر بشأن مباراة الأهلي وبيرامدز وبيؤكد الكابتر محمد مرجان أن هذا هو الأمر أو القواعد وفقاً لما تفق عليه والمتبعة في كل مباراة الدوري العام حتى يومنا هذا وفي هذا الإطار بتكون هذه المباراة بتوزع تذاكرها على النحو التالي 3000 تذكرة للنادي الأهلي والجمهور النادي الأهلي و1500 تذكرة بتذهب لوزارة الشباب والرياضة و500 تذكرة بتكون من نصيب ومن حق الفريق الضيف في هذه المباراة طبعاً كان في رؤيا مبارح لضفنا ناقد الرياضي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي كان شايف أن هذه المباراة طبعاً بحسابات المنافسة على صدارة الدوري وموقف بيرامدز واقترابه من المنافسة ودخوله بقوة فنياً هذا الموسم وفي حساب النقاط أيضاً مع الأهلي والزمالك في صدارة الدوري الممتاز بيجعلها مباراة جماهيرية لأن بيرامدز كمان زي النادي الأهلي وزي النادي زمالك بيضم عدد كبير من نجوم كرة القدم وبيتمتع بغطاء مالي وتمويلي وعدد كبير من الصفقات أتمها هذا الفريق هذا الموسم وده كان بيخلي المباراة يمكن أن تحظى بحضور جماهيري أكبر وتكون من المباراة اللي مستواها مرتفع جداً فنياً وده وفقاً لتوقعات كافة الخبراء والمحللين في كرة القدم وفي الرياضة المصرية كان بيتمنى أستاذ إبراهيم حجازي أنها تكون بروفا حقيقية لمباراة وللحضور الجماهيري الكبير إن شاء الله المأمول والمرجو في نهايات كأس الأمم اللي بتقام على أرض مصر خلال الفترة القادمة 2019 خلال هذا العام وهذه البطولة اللي بنتمنها ناجحة وطليق باسم مصر وباسم كرة القدم والرياضة المصرية إن شاء الله ولكن في النهاية طبعاً النادي الأهلي هو دائماً أبداً في مقدمة الأندية الأكثر التزاماً بالقرارات وبالضوابط والقواعد وإن كنا نتمنى إعادة النظر في الفترة الجاية في أمور تتعلق بالحضور الجماهيري وحجم الحضور الجماهيري الممكن في مسابقاتنا المحلية لأن ده جزء من نجاح منظومة كرة القدم والاستثمار الرياضي والتسويق في مجال كرة القدم والبث الفضائي وكل شيء بتكتمل العملية كلها أو نجاح هذه المؤشرات وكل العوامل الخاصة بصناعة كرة القدم ومجال كرة القدم في العالم بالحضور الجماهيري في الملاعب والاستاذات المختلفة وكان بيدعم هذا الاتجاه طبعاً الشكل الراقي والرائع والوعي اللي شفناه من جماهير النادي الأهلي رغم الخروج من البطولة الأفريقية في مباراة العودة في ستاتبورج العرب أمام سانداونز الجنوب الأفريقي قد إيه كان الجمهور موقفه رائع وواعي وفي درجة عالية جداً من التحضر وهو بيؤكد للاعبين ونجوم النادي الأهلي أنه بيدعمهم وأنه على ثقة أنهم هيقدموا أفضل ملاذيهم في الفترة المقبلة وتقبلوا لاعتذار اللاعبين عن الخروج في هذا التوقيت وفي هذه المرحلة من البطولة الأفريقية بعض الأمور الفنية هنتكلم عنها بيقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أن تكون التدريبات مغلاقة استعداداً لمواجهة بيرامدز ده قرار طبعاً أعلنه الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة في النادي الأهلي وأنه من هذا اليوم وبدءاً من تدريبات اليوم وحتى وقت إجراء المباراة التدريبات هتكون مغلاقة ولا حضور جماهيري في هذه التدريبات طبعاً حرصاً على أعلى درجة من الكتمان أو السرية في خطط الجهاز الفني لهذه المباراة التاكتكس اللي هيخوض بيها الجهاز الفني بقيادة لسارتي هذه المباراة وتكلفات هتوجه طبعاً لللاعبين بتكون مختلفة من مباراة لأخرى حسب ظروف كل مباراة وأيضاً قدرات المنافس اللي بتختلف من مباراة لأخرى على وليد سليمان وسعد سمير من اللاعبين ومن الدعائم الأساسية للفريق الأول في النادي الأهلي بعد وصولهم بصحبة الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي طبيب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وصولهم إلى ألمانيا للإطمئنان عليهم وخضوهم لبعض الفحوصات والإجراءات طبعاً الطبية للتأكد من برامجهم العلاجية استشفاء عملية استشفاء وعودة وليد سليمان إن شاء الله وهم من القوة الضربة ومن النجوم المؤثرين جداً في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بعد نهاية برنامجه التأهيلي وأيضاً الإطمئنان على البرنامج العلاجي اللي هيتبع مع نجم الدفاع الفريق الأول في النادي الأهلي سعد سمير ومن العناصر الشابة طبعاً المؤثرة جداً في الفريق سواء من الجوانب الدفاعية أو الهجومية أحمد الشيخ وشام محمد اللي بالفعل بيشاركوا فيه التدريبات الجماعية مع الفريق بيشارك الثنائي في المران البدني وتدريبات الكرة تمهيداً لعودتهم إن شاء الله للمباريات وهم من الأوراق اللي طبعاً بتكون مؤثرة وبتدي أفضلية للجهاز الفني وبتدي له بدائل كثيرة جداً متاحة أمامه وفقاً للمجرعات المختلفة لكل مباراة مؤمن زكريا بالتراضي تم إنهاء تعاقده أو إعارته لنادي أحد السعودي تم هذا الأمر بالتراضي وظهر اليوم في تدريبات الفريق مؤمن طبعاً من النجوم أصحاب الخبرات سواء على مستوى مبارياتنا أو منافساتنا المحلية أو المباريات الدولية مع منتخب مصر إن شاء الله نستثمر وجوده بالشكل الأفضل لأن مؤمن بإجمع الأراء من اللاعبين اللي صعب التوقع أو التنبؤ بطريقة دخولهم مرمى أو منطقة مرمى المنافس وإتمامه للهجمات وبيتحرك بأكتر من طريقة في الملعب ولو قدرات كثيرة جداً هجومية متنوعة بتفاجئ دايماً دفاع المنافس أو الخصم في الملعب عشان كده مؤمن دايماً الجمهور بيبقى سعيد بوجوده في الملعب لو كان في الطوب فورم فأفضل حالاته نفسياً ومعنوياً وفنياً وبدنياً بيكون مؤثر جداً في المباريات الصعبة أو الجماهيرية معنا طبعاً عندنا خبر آخر كمان والكابتن سيد عبد الحفيظ أيضاً بيطمئن على كريم نادفد وكريم نادفد اكتسب ثقة الجماهير ومن العناصر الشابة والواعدة في صفوف الفريق الأول في النادي الأهلي وعنده المزيج من القدرات سواء كهافدفندر كلعب وسط مدافع أو كواحد من العناصر اللي بتكمل الهجمة مع الفريق وعنده التزديدات على المرمى وعنده القدرات على الدريبلينج أو المراوغة وانطلاقات وحتى أحياناً بيلعب دور يعني أنه بيقدي دور الجناح وبيقوم طبعاً بدور مهم جداً في استكمال أو إتمام الهجمة مع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي والناس في الفترة اللي فاتت أعادت حساباتها وتقييمها بالنسبة لكريم نادفد وقالت أنه لم يكن يحظى بما يستحق من فرص وبعد دفع الجهاز الفني الحالي له في مباراة كثيرة جداً ودوره وبصماته في الملعب جمهور قال إن كريم نادفد إن شاء الله يكون من العناصر المؤثرة واللي لها مستقبل كبير جداً إن شاء الله سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر كابتن سيد عبد الحفيظ بيطمئن على كريم نادفد وعقد جلسة مع اللاعب لإطمئنان على حالته وبرنامجه العلاجي اللي بيأخضع له بعد الإصابة اللي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية